اشتركوا في القناة التي تأتي في صدارة أولوياتها ضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة وقال إن كافة السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها كانت دائما تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وحماية مقدراته ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن مبينا أن إقامة توقيع البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل تمثل إحدى الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم وبين الرميح أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر الجاري في البيت الأبيض وقد وافقت مملكة البحرين على المشاركة حيث سيمثلها وزير الخارجية للتوقيع على إعلان تأييد السلام الذي سيساهم في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر